فترة جاية قد يكون هناك قرارات مرتقبة من البنك المركزي ان شاء الله تكون قرارات ايجابية ايجابية بمعنى كلمة ايجابية لانه في الاخر زي نبول لحضراتكم الاهمية النهاردة الرسالة للدريا كلها لما تيجيت نهاردة تتكلم على اي وضع وضعك ايه طيب هل في حاجة تأثرت عندك لا انفقنا انفقنا كتير مشروعات انفقنا كتير طيب اللي جاي بنشتغل عليه بنشتغل وشغالين ده منظومة دولة عندك النهاردة بتعمل صندوق سسمار دولية عربية تدخل اهلا وسهلا اموال ساخنة ايه اموال ساخنة الناس واجعت مغى بكلمة اموال ساخنة طيب ما تعرف ايه هي الاموال الساخنة وهل بنك المركزي مسؤول على الاموال الساخنة هي مسؤولية مين من الاموال الساخنة ويه حكايتها ويه تفاصيلها طب وهي مهمة ولا مش مهمة بتبقى مهمة في فترات ولكن مش دايما بيتم اللجوء تلجأ لها امتى لانه دي اكبر حاجة موجودة في العالم الصندوق للسسمارات الدولية العالم كله تقريبا فيه ما اكتر من عشرين تلاتين تريليون دولار في ازيز الصناديق الصناديق دي بتروح على الدول ليه بتاخد مميزات بتلاقي عندك وضع فادخل دولار ويبقى عندك ازون او سندات بتصدرها الحكومة مش البنك المركزي اللي بيطلحها الحكومة اللي بتصدرها فتدخل تشتري بالجنيه داخل بالدولار فيتحول للدولار جنيه وتشتري تاخد سندات او ازون خزانة او غير وتتعام اسمها ايه قال لأموال الساخنة طب لما تخرج الأموال الساخنة مين اللي ملتزم يسدد الحكومة ولا البنك المركزي البنك المركزي يبقى مين هنا استفاء الحكومة ولكن وقت السداد ملتزم بيها البنك المركزي طب سد البنك المركزي سدد البنك المركزي عشرين مليار دولار اللي دخل خرجوا سددتهم اعلن محافظة اعلن في بيان رسمي ورئيس الوزراء أعلن في باية الرسمة يبقى أنت لما دخلت هذه الأموال وخرجت كان عندك أزمة كانش عندك أزمة كانش عندك أزمة عندك تسدد يبقى ده بيأكد وضعك إيه طب النهاردة وارد حتش يحرف الحكومة لو عايزها تطب ببنك خليوا بقى لحضراتكم التنسيق ما بين السياسة المالية اللي هي مسؤولة عنها وزارة المالية والسياسة النقدية المسؤولة عنها المبنك المركزي لازم يكون في تنسيق ما بين السياسين المالية والنقدية الاتنين السياسة المالية مسؤولة عنها الحكومة الحكومة والسياسة النقدية مسؤولة عنها البنك المركزي خلي بالك عشان لما الناس يجي تقولك السياسة المالية والنقدية دول حاجتين مش حاجة واحدة مالية مسؤولة عنها الحكومة نقدية مسؤولة عنها البنك المركزي لازم الاتنين يبقوا باشين مع بعض لازم ينسقوا مع بعض ما ينفعش أبدا أبدا لأنه في الآخر لازم تنسق لو الحكومة عايزة تطرح النهاردة سندات مثلا انا بقول لو ما بقولش هتطرح بقول لو عايزة مثلا فتعمل ايه نسقها البنك المركزي لنو في الاخر البنك المركزي هو ايه فلوزية وقت اي شيء يتحمل هذه المسئولية طيب الحكومة لو عايزة اي اجراءات خاصة عاجز موازنة مش عارف ايه كذا تلجأ لمين لازم يتم التنسيق هنا انت هنا ده بيبقى اهمية هذا الدور التنسيق ما بين السياسة المالية والنقدية يبقى على مصار واحد مينفعش ابدا يبقى في وقت من وقات في اي خلاف ما بينهم لما يحصل اي خلاف يبقى فيه مشكلة يبقى فيه مشكلة في عام 2003 اتذكر اتذكر زي ما حضركوا جافيني كده بالظب كان الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وكان محافظ البنك المركزي الدكتور محمود ابو العيون خليوا بالكم الجملة دي مهمة فالحكومة رئيس الوزراء عملوا اجراء يتعلق بسعر الصرف وقال لك المحافظ والاجراءات اللي خادها البنك المركزي بتكلمك 2003 ديسمبر 2003 عملوا اجراءات والاجراءات دي كانت مش كويسة وغلط ومش عارف ايه وحصل خلاف انت عارفين الخلاف ده قدى اليه حصل ازمة ما بين رئيس الحكومة في ذلك الوقت ومحافظ البنك المركزي في ذلك الوقت دكتور محمود ابو العيون والدكتور عاطف عبيد انتهى لايه الخلاف ده بحكي لكم قصة جميلة جدا انه محافظ البنك المركزي تقدم باستقالته ديسمبر 2003 المشكلة ايه سعر الصرف ازاي ايه دي حصل طب البنك المركزي طب هي الحكومة تدخل ولا دي سياسات اصيلة للبنك المركزي طيب البنك المركزي مستقل اه مستقل الحكومة تقدر تدخل في شؤونه لا ما انفعش الحكومة تدخل في شؤون البنك المركزي دي جهة مستقلة بحكم الدستور بس ينفع ايه ننسق مع بعض ننسق مع بعض يعني يوجد محافظ مع رئيس الحكومة مع المجموعة الاقتصادية لنسق مع بعض احنا فترة جاية نعمل ايه عندي مشكلة في السراءة النهاردة عندي صح عندي بنك المركزي يقعد مع الحكومة عايزين نحل الأزمة الحكومة عندها طلبات الحكومة عندها وجع دماغ الحكومة عليها ضغط من رجال الأعمال والمستثمرين والمستورين وعليها وعليها عندها تقدر تقول ايوه انا بقولك على ها وهو عندها ضغوط كبيرة جدا لازم تواجد كلام ده طيب يا بنك يا مركزي عايزين نعيد فتح الاستيراد نعيد فتح الاستيراد عايزين يا جماعة المصانعة تشتغل مستلزمات الانتاج عايزينها عايزين البيوت اللي تقفرت عايزين نفتحها كل ما يتعلق باحتياجات بتاعتنا عايزين تبقى موجودة عايزين هترجع طيب لازم ده يتم التنسيق فيه ما بين الحكومة والبنك المركزي عشان نوصل لحل ولازم هذا الحل يبقى موجود قدام صانع القرار بمعنى ان احنا النهاردة نبقى واضحين في الإجراءات اللي الدولة هتاخدها واللي هي هدفها ايضا انه نوضح حقيقة اللي بيحصل في البلد طيب انت النهاردة الحكومة عايزة تحل الأزمة عايزة تحل أزمة الناس اللي هي طول النهارة عمالها تقولك الاستثمار وانتوا هتعملوا ايه هتعملوا لنا ايه يبقى هنا لازم يكون فيه توافق ما بين الحكومة كسياسة مليئة مع السياسة النقدية لان هنا لازم لما تيجي تفتح للصيراد مش هتفتحوا خلاص وكده لازم تقولها نعمل ايه وتدبير هزين موارد منين وهل هي موجودة ولا لأ لانت عايز منقول كده عايز تشغل مصانع عايز خطع غيار عايز انا باستقبل ان شاء الله سياحة فعايز افتح وانا بتكلم النهاردة عشان نلحق نلحق الموسم السياحي نلحق وانا بقول على الهوى نلحق الموسم السياحي ولازم نتحرك بسرعة